ونبقى دائما مع قضية محمد عدلان هذا الشاب الذي يحتاج الآن إلى مبلغ مالي من أجل العلاج في الخارج الجزائريون وكعادتهم تعاطفوا مع هذا الشاب في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقتهم الخاصة حتى يتمكن عدلان من العلاج في الخارج زينب إبارسان ثانية عدلان صاحب 29 سنة تعرض إلى خطأ طبي بمستشفى بنعكنون وتعقدت حالته واستحال علاجه بأرض الوطن مجموعة من الشباب قاموا بوضع صور في مواقع التواصل الاجتماعي لتلقى تجاوبا كبير من طرف المستخدمين داخل وخارج الوطن يبارك لكم في مالكم ويعطيكم الصحة يا الشعب الجزائري مكة مثلوه سواء في الداخل ولا في الخارج الله يبارك الناس راه يتعايت بارتو حتى من الماريكان من الله إنجليس من الألمان من فرنسا من مقاطر من بلدنا العربية الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك ربي يسترهم إن شاء الله ورانا بعد بزاف وعلى بالكم القيمة المالية تعمو حمد عدلان لغ العملية ليصل المبلغ إلى المليارين سنتيم يا ناس الخير يا 48 ولاية زيدوا سهموا اكتر ان شاء الله وزيدوا صحاب الخارج ان شاء الله زيدوا الاصوات تعكم وزيدوا وبدعوة الخير ان شاء الله اللي ما عندوش بدعوة الخير ان شاء الله وان شاء الله محمد بربي انا قلتها شحاب خطرة بربي وانتوما يصحاب الخير بربي وانتوما يصحاب الخير ان شاء الله محمد يروح الخارج ويداوي ويرجع بخير ان شاء الله لتبقى أمل عائلته قائمة حتى يتم جمع باقي مبلغ العملية ونقله إلى الخارج للعلاج إذن متواصلنا معكم مشاهدين في 90 دقيقة أخبار على قناة النهار وتلتحق بي الآن والدة الشاب محمد عدلان سيدة ليلة أربعي وكذلك صديق الشاب محمد عدلان عميروش صباحكم سعيد أهلا وسهلا بكم على قناة النهار إذن تابعنا قضية محمد عدلان التي أصبحت قضية رأي عم نبدأ بالوالدة يعني الآن حدثينا كيفاش كان محمد عدلان وكيفاش أصبح كيف أصبح بعدما قام بالعملية الجراحية الآن الكل يقول خطأ طبي يعني لاحظنا الوضعية التاعه رهي ازدادت سوءا بعدما قام بهذا العملية الجراحية الآن الكل يشاهد والدات محمد عدلان حكينا على القضية تعه قبل ما دار العملية الجراحية وبعد العملية الجراحية أولا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله محمد عدلان شتو حالتو كيفاش ربع سنة ويسوفري دا العملية في 29 سبتمب 2011 كانت بالنسبة لهم عملية ناجحة 100% وأول عملية جراحية على مستوى تغطو أفريكا نعم نعم وقلنا نحن ما كناش عارفين نختار الأول عملية جراحية لزيموفيل خاصة محسوب كمرض إيموفيلية نعم نعم تك دايما لكن كان إنسان عادي ما يصالوش هذه الحالة لو فيها عدلان العملية وين تمت في أي مستشفى؟ تمت في مستشفى بن عكنون نعم وحضر فيها أنا داك وزير الصحة نعم ولد عباس جنر ود عباس حضر فيها وراح دلنا رح عمالية وشفنا احنا تبعنا كولدي دخلنا للوسمو شفنا تبعنا العمالية الحمد لله قال عمالية ناجحة بعد مر عمالية باش يقعد يومين في الإنعاش تقعد 17 يوم وفي الإنعاش ومن بعده ما قالوا ما استفاقش لا لا استفاق كان واعي بالصح لكومبليكاسون يصروا له بعد العمالية ومن بعده قالوا أنه غير كي دي العمالية يومين تلتية ينظيم شيء إن شاء الله قلنا الحمد لله كيشوفوا اليدك يتعدبوا يسوفري ومن بعد الجرح يقول لك عمالية ناجحة أو العمالية ونظيم شيء كامل شغل قلبك يطمن تقول لنا يا نديله العمالية باش يرتحد لكن وقع ما لم يكن في الحسبان ما كوناش قانس إنه هذا الواقع ليسرى له ومن بعد أربع سنين ومحمود يسوفري ما كاش يروح لسبيطان مسكيني يتعدب يمشي طب طب بيبان شغلون نغلقوا كالبيبان في وجوه كي نغلقوا البيبان إحنا وش نديره ما عندنا ما نديره جاء إنسان محسن بعتهنا ربي ما نكذبش عليك جاء شاف الحالة تعدلان حكم دوسيتا وميديكال الدهل الخارج كيفاش حتى تعفنت الرجل تعفنت الرجل بعد كي قعد ربع شهور في سبيطان خارجوه كي خارجوه قالوا إنه إنس يغدو يجي يبدل كان يبدل عاد يحمد الله في البلوك أوبيراتوار يبدل هذا اللي الحق الجمعة الجمعة ما كانش ما كانوش الأكيب اللي تخدم البلوك مغلق ربما الكل راه يشاهد فينا يعني خاصة ربما الأطباء اللي جرأوا لوا العملية الجراحية هل عودتوا وليتوا المستشفى بن عكنون وقلتوا لهم الحالة الحالة التي عوراه ازدادت سوءا والرجل تاوراهي تعفنت يعني العملية لم تكن ناجحة على بينهم لأن العملية زادت حال لأن البلوك حرقوا ولا يشرب دواء بالزيف ولم يحرقوا لما يقدر لفاكتور دو كواجولاسيو لازموا البلوك باش يدير على المغاجي ومبعد دارولو إنشامبغ دارول إنشامب باش يدير لفاكتور دخل قبل رمضان قعد شهر رحت انتوما كعائلة كأصدقاء ربما رحتوا عند هاد الأطباء وقلت لهم باللي العملية كانت ما نجحتش والصحة الابن تعنا راهي في خطر كانوا يشوفوه كي كوننا نرحون دو كانوا يشوفوه هما كأطيبة هما يعرفون أنا ما نعرف شونا كدبش عليك هما كأطيبة هما اللي كانوا يعرفوه ومبعد قلت لك يبقى قالوا له بدلولو في الزيورجنس فيس كل بلوك مغلوك تمال يزاد ليداين انفكسون نعم دائما كانوا يديروا له واسمه اللي بتاعه يعيره أعترفوا بالخطأ الطبيبية تاحهم او لا ما اعترفوش ما كاشف اللي اعترف أنا أنا في 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 تفضل معنا صديق الشاب محمد لكن اسمح لي برك سيدي ربما يقال لي أنه سنأخذ فاصل إعلاني ثم نعود متواصلون معكم مشاهدين في تسعين دقيقة أخبار إذن بالعودة للحديث عن قضية الشاب محمد عدلان معي في الأستوديو والدة الشاب محمد عدلان وكذلك صديقه عميروش ربما كنت حاب تقول كلمة كنت حاب نتكلم على بنسبة العملية الجراحة اللي قاب بها العملية كانت نجحة إلا أنه بعد العملية الرعاية كانت سيئة نقول أنه تعرض لرعاية صحية هناك ربما إهمال وتسيئة من قبل الأطباء اللي اشرفوا على العملية الجراحية يعني ما كانش متابعة واليوم نقول بلي أنه محمد عدلان يلغيس كلامبيوتاسيون يعني يقدروا يبطروا رجله بسبب هذا النكروز اللي عنده في رجله ومحمد ومحمد هناك اليوم جاء نعود لأ جاء ونشاء الله يكمل الشعب الجزائري في استجابتها وبرك الله فيكم نعم ربما كما تابعنا الوالدة كما تابعنا العديد من الجزائريين عندهم هبة تضامنية الآن يعني الكل راهو يتابعناه الكل يحب يساعد عدلان الآن لو تحكي لي معاناة عدلان اليومية كيفاش هوا يعني يعني كيفاش اليومية تتعوى عدلان صدقني بالله محمد عدلان دوكال معاناة يعوره يتعدب هو يتعدب في الدنيا هو يتعدب تصدقني بالله ما يرقد ما يأكل ما يشرب نقوله لو كول دوكال مدة تلت شهر كان يمشي بلي بيكي ويخرج يروح السبيطة المسكين ويجيب الدواتاع وكامل دوكال مدة تلت شهر محمد ولا معاق تماما موشينو دو مدة تلت شهر محمد ما يشوي زغد من الفرش ما يحبش يأكل نقوله لو محمد وكوله وليدي يقول لي ما نقدرش نروح عشاكم لي طوالد محمد راه يعاني ربما مكاش حل هنا في الجزائر من أجل إتمام المعالجة هل يستوجب الآن تحويل محمد عدلان للعلاج في الخارج تفضل نسمة العلاج في الخارج صح نحن في الجزائر ما نظنش أنه لوكات عدلان راح يلوا أتر بريان شارج حولنا الملف الدولة الإجنبية الفرنساة أي مستشفى مستشفى كوشا في باريس التاريفكاشن كانت كبيرة بزاف ستة تروامل ترانتسين ميل أيرو مكيفالون تاع سين مليار ستسون مليون سنتيم هذي أحب يقول هذي السومة كبيرة بزاف والعائلت يعني ما كاش أي يعني إمكانية أنه يتم العلاج تاعوا الآن في الجزائر وش قالوا لك الأطباء الآن ما قالوا نوالو ما 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 عطاونا حتى هما عاودوا عي طولو ما نكذبش عكي عاودوا عي طولو قالوا نصبنا لك حل نحنا فرحنا ما نكذبش عكي علىها قعدنا أربع سنين كل خطرة وشكين وشكين صبر صبر كي عاودوا عي طولو قالوا لو وحن عندنا خبر ليك مليح كي رحنا معاه قالوا الشيورجيان نحيي لك ملاونش عدم ونزيدو لك في الجنو قالوا وتنقص رجلك بتخواه سنتيمة تقولنا معليش قالوا وتنقصها ويلة هذي كتا ويلة حبسنا ويلة محسوب نجحد دوك هذا هذا دائما في مستشفى بنعكنون بنعكنون دوك هذا ولا عدلان ولا فأر تجارب يعني تجربوا فيه ويلة دوك هذا هذا عدلان أنا رح أروح إنسان مش دوك أنت تجيلوا تقولوا ندلك هذا ويلة وندلك هذا ويلة خلاص محمد هو يتعدب سوفرة محمد أربع سنين صدقني بالله غير السوفرة سوفرة دوك أنت دخلوا نبدلوا للبونس مو رجلوا تريح صدقني بالله غير تريح هذي الريح هلان فيكسو عندو انقرافة فيكسو في رجلو صدقني بالله يعني ربما كما تبعتم الأم الشاب محمد عدلان يعني تكشف عن المعاناة اليومية لعدلان معاناة كذلك مع المستشفيات هنا في الجزائر هذه ربما عينة من الألاف من الجزائريين لربما كانوا ضحية للأخطاء الطبيعية الآن أنت عميروش ربما هناك الآن ربما جمعية لتضامن كما أنا نلاحظ أنت ترتدي ربما قميص لتضامن مع عدلان نحكي لنا على يعني باش بدينا على بروسيدور بانسور لازم نكون لازم نكون وننشئ جمعية باش نعطول نعطولها تابع نعطول لتليطن هذا نعطوله نعطوله طابع قانوني نعم الجمعية هي ظهرة المستقبل وكان دوتخ جروب دو بنيفولا لعونونا بارك الله فيهم باش نقول سور فيسبوك عندنا دي باج صليداريتي بك عدلان كان دوتخ باج اللي سيمباتيز معنا كما لاباج وانتو ثري في فالالجيري كان دوتر باج نعم يعني الكل الآن تابع هذا القضية على مواقع التواصل الاجتماعي لكن ربما الشيء اليوم أمس تحدثت مع زميلة تعنا في قسم الحصص زميلة زينب قتلي اللي حاولت تتصل بالبروفيسور وطبيب اللي كان يتابع محمد عدلان وقال لها يمكن لعائلة عدلان أنها ترفع دعوة قضائية على مستوى العدلة هل أنتم الآن يعني هتبشروا ربما دعوة قضائية ضد هؤلاء الأطباء اللي ربما متهمين بيتسيوب الإهمال لأدى الحالة اللي راهع لها عدلان أنا ما نكذبش عليك أنا دك وليدي راح في حالة خطيرة أنا باش نرفض نرفض قضية ولا نحن نجري فالشرع على بلك الشرع كيف وقع وليدي يتسوح حالته أنا وش نقول الحسبي الله هو نعمل واكل فيه ما دي الكلمة اللي نقولها كأم اللي قلبها مجروحة ويسيل بالدم على وليدها ما نكذبش عليك أنا ما دا بيا ننقذ وليدي أنا في العود باش نجري نرفض عن القاضية ونبدأ نجري واش رعي طول وقع أنا راح نخسر وليدي في الحالة أنا باش نسق من وليدي باش نربح وليدي عاودي وليلي راح نجري أنا ما نجري ما هو له إن شاء الله اللي كان في السبب ولا كان في الخط تع عدلان وليدي إن شاء الله ربي ياخد فيه الحق وأنا حبا نجري على وليدي باش يبرع وليدي ماشي باش نحن ربما نحاول الاتصال الآن بالبروفيسور مصطفى خياتي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي لتدخل في شأن قضية هذه صورة الشاب عدلان طريح الفراش منذ أشهر كما نتابع والولدة دائما هي معنا ربما لو يعني توجه نداء لكل المواطنين لكل ذوي القلوب الرحيمة من أجل مساعدة هذا الشاب وتحويله للعلاج في الخارج أولا قبل نقدم الشكر الجزيل للجميع للناس التي عاون هنا ونقول بالله نحن 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 وباش ان شاء الله نوفق ناربي نبعته محمد يروح يعاود الانترفونسان شيروجيك ويولي لنا على رجله ان شاء الله نعم يقال لي في غرفة التحكم بأن البروفيسور مصطفى خياطي معنا على الهاتف صباحك سعيد بروفيسور مصطفى خياطي هل أنت في الاستماع اظن ان البروفيسور مصطفى خياطي لا يسمعنا رئيس الهيئة الوطنية لترقي التصح وتطوير البحث العلمي مصطفى خياطي صباحك سعيد انت على المباشر في 90 دقيقة اخبار على قناة النهار اهلا بك اهلا صباح الخير صباحك سعيد بروفيسور اذا تابعنا قضية محمد عدلان تحولت الان المستشفيات الجزائرية في المستشفيات الجمعية في بلادنا تحولت الى حق التجارب حقيقية في حق عدد من المرضى على يد بعض الاطباء تصاعد مخيف للاخطاء الطبية في الجزائر ومثال اليوم الشاب محمد عدلان ما قولكم بروفيسور والله الاولا انا لا اشاطرك في هذا الكلام لان المستشفيات مهما كانت ربما نوعية الخدمة التي تقدمها الا ان هناك بل عشرات الالاف من المرضى الجزائريين الذين يتقدمون يوميا الى هذه المستشفيات وطبما جلهم قلت بعض انا لم اقول كل قلت بعض المستشفيات وبعض الاطباء صحيح انه هناك ما فيش بلد ما فيش اخطاء في الولايات المتحدة كل طبيب عنده محامي معه لانه معرض الى اخطاء والمعروف اذا الاخطاء الطبية موجودة هناك نسب من الاخطاء الطبية موجودة في كل بلد ولهذا الغرب قمنا باوقامة السلطات او الانجيات المختصة جعل بعض يعني الحواجز الحواجز الموجودة الآن في الجزائر كان هناك امانة الاطباء هي المخولة نوعا ما لتقصي لما يفرح مشكلة من هذا هل هو خطأ طبي او لا ثم منذ بعض الاسابيع كان هناك لجنة جديدة في مستوى وزارة الصحة هي لجنة الاخلاقيات التي ممكن بإمكانها كذلك ان تعطي رأيها في هذا الموضوع كلما قبل ان نتكلم على خطأ طبي المفروض انه يقدم الى هذه اللجنة المختصة التي هي متكونة من اخصائيين يعطون رأيهم في هذا الموضوع اذا كان هناك خطأ فلن عدلة لكن بروفيسور ما نشهده ربما كما نتبع قضية الشاب محمد عدلان هذه المرأة تقول انا لن اتوجه للعدلة هناك العديد من الحالات يتم التكتم عليها لكن في مثل حالة محمد عدلان هي واحدة ربما من مئات او الاف العينات في الوطل هل نتحدث عن اهمال او تسيب او عدم كفاءة بعض الاطباء اقول بعض الاطباء لا انا معك ولكن كما خلت سالفا قبل ان نحكم في هذا الامر لازم يكون فيه رأي اخصائي لانه الطب اصبح تقنية متطورة اصبح مفهوم صعب ان يحكم فيه اي شخ ولهذا اذا كانت يعني يقدم الى لجنة مختصة بهذا المؤامر سواء لجنة اخلاقية الطب او لجنة من امانة العطباء اذا تثابت ان هناك خطأ فالبلغ يقدم الى العدالة وكذلك في امكانية امانة العطباء انها تقوم باخذ بعض الاجراءات وحتى واذا تسح ممكن ان تأخذ اجراءات نعم بروفيسور خياطي ربما سؤال اخير ربما لماذا كلما تعقدت وضعية اي مريض كحالة محمد عدلان يستوجب ويتم تحويله للعلاج في الخارج لماذا هذا الامر دائما لانه كان فيه مسؤولية المستشفى اذا كان هناك خطأ طبي فكان مسؤول المستشفى ومسؤول المستشفى تقتضي انه المريض اذا لم تتوفر الشروط لشفائه في جزائر فانه يبعث به الى الخارج اما اذا كان هناك ربما مصلحة اخرى في مستوى وممكن انها تعالش فيقدم اليها نعم شكرا لك البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك شكرا بارك ويلتحق بعبر الهاتف كذلك الاستاذ عبدالحفيظ كورتل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا صباحك سعيد سعيد صباحك إذن أستاذ عبدالحفيظ الآن قضايا الأخطاء الطبية في سنواتي الأخيرة أخذت منحنة تصاعدي مع ارتفاع عدد الضحايا سواء في القطاع العمومي وحتى الخاص هل هناك قانون خاص لحماية الضحايا وتعويضهم ومثال اليوم الشاب محمد عدلان لا تحقيق لا يوجد قانون خاص لما يعرف بضحايا الأخطاء الطبية هم خاضعون لقانون العقومات وقوانين أخرى تشير في بعض الأحيان إلى هذه الحالات التي كما قلتم أصبحت تشكل هاجفا كبيرا بالمرضى والأطباء أيضا أطباء يريدون الابتعاد عن المتابعات القضائية وضحايا يريدون وقف المعاناة التي يعانونها بعد الدخول إلى المستشفيات أو العلاج عند الأطباء ورد أن المشكلة عمق من كل هذا يعني تتحدث عن أخطاء طبية فتجعل من الأطباء لكن من يعوض ربما هؤلاء الضحايا ضحايا بعض المستشفيات في الوطن يعوض هم المسؤول عن مأساتهم وإن حصلت يعني إليك فيه أنك ضحية خطأ طبي لازم تثبت عن طريق الخبرات الطبية أيضا وفيما بعد هناك من يتحمل المسؤولية سواء كان الشخص المعنوي هو المستشفى أو الشخص الطبيعي هو الطبيب إذا كانت المسؤولية طبيب شخصية إذا كانت المسؤولية المسؤولية مؤسسة فإن المستشفى الاستشفى المستشفى الخاصة الأهمية من تتحمل المسؤولية نعم ربما أستاذ